حدثنا سعد بن إبراهيم ويعقوب قال حدثنا أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق قال حدثني معمر بن عبد الله بن حنظلة عن يوسف بن عبد الله بن سلمين عن خولة بنت ثعلبة قالت والله في وفي أوسي بن صامت أنزل الله عز وجل صدر سورة المجادلة قالت كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد سأخلقه وضجر قالت فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال أنت علي كظهر أمي قالت ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة ثم دخل علي فإذا هو يريدني على نفسي قالت فقلت كلا والذي نفس خويلة بيده لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكم قالت فواثبني وامتنعت وامتنعت منه فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخة الضعيفة فألقيته عني قالت ثم خرجت إلى بعض جراتي فاستعرت منها ثيابها ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه فجعت أشكو إليه صلى الله عليه وسلم ما ما ألقى من سوء خلقه قالت فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يا خويلة ابن عمك شيخ كبير فاتقي ألها فيه قالت فوالله ما برحت حتى نزل في القرآن فتغش رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ما كان يتغشاه ثم سري عنه فقال لي يا خويلة قد أنزل الله فيك وفي صاحبك ثم قرأ علي قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما تحاوركما أن لها سمع بصير إلى قوله وللكفيرين عذاب أليم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم مريه فليعتق رقبة قالت فقلت والله يا رسول الله ما عنده ما يعثق قال فليصم شهرين متتابعين قالت فقلت والله يا رسول الله إنه شيخ كبير ما به من صيامين قال فليطعم ستين مسكينا وزقا من تمر قالت قلت والله يا رسول الله ماذاك عنده قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن سنعينه بعرق من تمر قالت فقلت وأنا يا رسول الله سأعينه بعرق آخر قالا قد أصبتي وأحسنت فاذهبي فتصدقي عنه ثم استوصيب ابن عمك خيرا قالت ففعت قال سعد العرق الصمن